اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس كان تحفظ زيادة شوي فأكيد النادي الأهلي كلر عنده الخبرات اللي شافها في السنة اللي فاتت أكيد اللي حيدافع بشكل كبير قوي ولا حيهاجم بشكل كبير قوي حيقسم المباراة أكيد حيبقى فيه توازن لكن زي ما قلت لك النادي الأهلي الميزة عن التراجي النادي الأهلي لعنده خبرات كبيرة في الملعب أو خبرات كبيرة في الملعب دي اللي ممكن بتدي أفضلها للنادي الأهلي لكن زي ما قلت لك أي مطش نهائي يعني شكل النادي الأهلي في تونس هيبقى مختلف عن شكل النادي الأهلي في مصر إزا مالك في بركان هناك حاجة والنهائي على أرضنا بيبقى حاجة تانية خلص طبعا كريم دايما منتكلم عن الأفضلية تاريخيا هتصب أكيد في مصلحة الأهلي ولكن المشاطة اللي زي كده ما بتعترفش بالأفضلية التاريخية يعني كولر نفسه طلع النهاردة تتكلم في الموضوع ده وإنه اللي بيفرق في الآخر الأداء ثم النتيج بتتتفق ولا تختلف معكم؟ طبعا أتتفق جدا وأكيد حتى على المستوى النادي التراجي التراجي اللي مرسيل كولر شافه السنة اللي فاتت في مباراة الزهاية 3-0 في تونس مش هو التراجي اللي هشوفه النهاردة اللي نحن عندنا الساعة 12 يعني اللي اختلف يا كريم اختلف حاجة كتير جدا السنة اللي فاتت كان المدير الفني هو نبيل معلول طبعا كانت نبيل معلول مدير أكيد طبعا اسم كبير في التدريب العربي طبعا واسم كبير في التدريب التونسي ومجموعة اللاعبين اللي كانوا معاه ولبما كانوا مش مساعدينه قوي طيب بكرة هنشوف فريق مختلف سبع لعيبة عن النادي الأهل اللاعبهم السنة اللي فاتت في سبع لعيبة مشوا وجيبها دا لهم سبع لعيبة جدد مع وضعا في الاعتبار ان الخط الدفاع بالكامل هو هو بس المنظومة الدفاعية اللي ميجيل كاردوزو المدير الفني بورتغالي مع الترجل حاليا ارقامهم مرعبة ارقامهم مرعبة بنتكلم على فريق فضل لمدة تمام مباراة كلينشيت كلينشيت في دورة أبطال أفريق لا خالش فيه ولا هدف يك الفريق الوحيد كسب ساندونز زهابا وقيابا بنفس الأسطول وصل طريقة ميجيل كاردوزو رغم تخلي بالك الترجي في تونس هو الأهل كصمعة كنادي محترف للغاية منظومة إدارية الترجي بيرفكت بيرفكت وبالتالي خلي بقى كمين بس هاتي وبالتالي العقلية بتاعت هذا النادي لما يجي يلعب مباراة على الأرض كابتن أمير يهاجم زي الأهل والزماجر في مصر مطش أفريقا أو مطش قاري في مصر لازم يحلل نهاجم كاردوزو نزل قدام ساندونز ميديا الأولى بيلعب زون ديفنز سابق كورة واجه انتقاضات واللي يتكلم يتكلم أنا عايز أكسب وبالفعل عمل الأسلوب زهابا وقيابا زي بالظبط كارلو أنشلوتي قدام في مطش الستي وريال مدريد في القياب في الدورة الأبطال شفنا ريال مدريد هذا الاسم الكبير 120 دقيقة مش في نص ما لعبه في منطقة الثمانتاشر سنسي أنه أنا هوصل للنتيجة بتاعتي أو التارجت بتاعي أنا مؤمن تماما بالعقلية بتاعتي وبالتالي ترجي اللي هنلعبه النهاردة مختلف تماما عن ترجي للنادي الأهلي فايز عليه بكل سهولة السنة اللي فاتت 30 وكان بير ستاو يعني عامل حفلة في الملحب أميري هي الطريقة اللي كسبوا بيها سانداونز اللي تكلم عليها كريم دي يقدروا يكسبوا بيها الأهلي ترجي بكنا خلي بالك اسطوب لها بالنادي الأهلي غير اسطوب لها بسانداونز سانداونز بيتميزوا اللي هم بيعملوا الاستحواز بشكل كبير أيوك طريقة الضغط على سانداونز لو من قدام أي فرقة تتعب قدامه ويمكن كريم اتكلم انا ممكن اجد فرقته على المطشين بتوقع الترجي في وقت من الأوقات فيه مدربين بيسيبوا الاستحواز للفرقة عادي خلي نسبة الاستحواز 90% مفيش مشكلة بس هقدر في التحولات الهجومية بكرة أو كرتين أخلص المطش فالنادي الأهلي طريقته تختلف عن سانداونز النادي الأهلي بيشتغل بجامعية أكتر بيشتغل من على الأطراف أكتر لكن ما بيشتغلش اللي هو الاستحواز أو التحضير من تحت من عند حارس المرمى عشان يطلع بالكرة فالاسدوب يختلف لكن عشان هو برضو ترجي يعني كريم بيتكلم اللي الترجي على ملعبه بينزي ليهاجم من أول ديه وكل حاجة بس هو برضو عارف هو بيلعب مين بيلعب النادي الأهلي بيلعب النادي الأهلي اللي كازمان بطولة أفريقيا النسخة الماضية فأكيد هايبقى عامل حسابه دي بتحصل ممكن أول ربع ساعة يعني أول ربع ساعة خلي بالك في شمال أفريقيا عمتا في المغرب في تونس في الجزائر أي فلعب بتلعب أي فلعب مصري هتلاقي أول ربع ساعة نازل واضغط هنا وهنا وهنا أول ما الدنيا دي بتهدأ هتلاقي هتلاقي النادي الأهلي مسك الكورة وبيشتغلوا عادي فعشان كده أول ربع ساعة في المباريات النهائية بالذات لو أنت بتلعب مع فلع شمال أفريقيا بتبقى مهمة جدا طبعا اللي أنت ما تستقبلش أهداف بس لأك موضوع الساعة الجمارية الكبيرة اللي هنشوفها بكرة من البكرة في الأستاذ لا لا خالص لا لا خالص نادي الأهلي والعيبة الجيل الحالي أعتقد يعني واجه مثلا لعبه فيه ملعب مركب محمد الخامس فيه المغرب دم الرجاء دم الوداد أكثر من مرة يعني أنا آسف اللي يلعب في الظروف دي يعف أي الظروف طبعا بس معروف جمهور شمال أفريقيا بيبقى عمل إزاي يا كريم طبعا جمهور التراجي طبعا واحد من أقوى أقوى الجماهير لكن الحالي كان على العيبة محترفين سيهم النهاردة أو الجيل الحالي للأهلي واجه العديد العديد من المباركة الخارجية في وقت هو أصلا داخلية ما بيلعبش على نفس الساعة الجماهيرية اللي بيواجهها خارج مصر فلا لا 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 أنا أعتقد العيبة عندها من الخبرات وعندها من الأرث الأفريقي في السنوات الأخيرة اللي يخليها أن هي تلعب تحت أي ضغوطات بس هي الفكرة فعلا إزاي إحنا هنتعامل مع المباركة أو عقلية مارسيل كولر في التعامل مع المباركة وضعا في الاعتبار برضو عايز أضيف لك أن مثلا مارسيل كولر طبيعي هيجيب آخر مطشين ليه التراجي قدام النجم قدام النجم الساحلي مباركة قمة في الدورة من حوالي خمس تيام التراجي كسب المباركة عقلية التراجي محليا غير عقلية أفريقية محليا فريق شرس جدا هجميا بيضهد ضغطة عالي ما بيسيبش الفريق قدام يمسي الكورة النجم الساحلي هو استخدم أسلوب التراجي أفريقيا في المباركة وتقدم عليه في الأول في أول عشر دقائية بعد كده التراجي نجح في التعادل بعد كده التراجي جاب 2-1 بعد كده النجم الساحلي رجع لغاية طبعا لما جيه مكلة جزاء للتراجي في الدقيقة 87 وفاس بيض المباركة في الكاس التراجي طبعا كان محروم من سبع لعبين المحترفين بتوع لأن الكاس تونس بيمنع شراك اللعبين المحترفين وبالتالي لقى نفسه معرض للهزيمة قدام فريق من الدرجة التانية بس هل رسالة النجم الساحلي نعم الفخ اللي وقع فيه نعم ده يعني جرس انذار لكولر بالنسبة لكولر انه ملعبش بنفس الطريقة هو مش جرس انذار هو الطوبك حتى ممكن اندخل فيه كابت الأمين نحن النهاردة هي الفكرة من يعني كابت الأمين كنا مهمة او ربع ساعة في اي مباركة دي بتحدل لنا الشيب بتاع المباركة هتمشي ازاي طيب السؤال هنا بقى لعبتنا للأهلي لو لقيت ان الكرة معاها او ربع ساعة السؤال هنا الاستمرارية الاستمرارية العقلية مثل سن دونس من دية واحد لدية تسعين عقلية واحدة انا نازل مكوينة وعقلته واحدة انا يا جماعة انا كسبان عشرة مغلوب مغلوب عشرة الكرة في ايديك انا بحسبك على الاستحواذ انا بحسبك على الفرص لان في الاخر في طفيلة رب صحوة تعالى ممكن يتحلي متين فرصة وما يجوش انا مهم بعمل شغلي السؤال هنا لو يا كابت الأمين نهاردة لأهلي يلاقى نفسه بقى في أول ربع ساعة مسك الكرة وماشي وانا اظن ان كاردوزو مش هيغير اسلوبه لانه هيخاف جدا 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 من السرعات لعنى لأهلي وضعا في الاعتبار ان الاثنين فول باكس اسلوبه لو اربعة واحد اربعة واحد اللي عدد انه عنده اجنحة سريعة عدد لأهلي اصلا في اللعب اللي يبص عليه قوته في اجنحة اكتر ما قوته في المواجهة السريعة الاثنين الاثنين الفول باكس بنتكلم على بين حميدة وبين علي بين علي اللي يكون سريع شوية لكن بين حميدة لعب تقيله عشان كده بيتم يستخدامه كما الساك السؤال هنا هالكاردوزو اصلا هيدي أوردر لأهلي الاثنين فول باكس هما يطيروا مستحيل مستحيل هيخليهم وقفين تطلعوش ليه اي واحد من الاثنين دول هيطلع حسين الشحات لو بدأ السؤالي مواجد لكابتن أمير نعم ان انت كده خسرت اتنين من نقاط قوة يعني من نقاط قوة المدير الفني هل ممكن يعمل كده فعلا خلي بالك سيهم فيه وقت من الأوقات المدرب بيعمل تشكيله او طريقة اللعب على الخصم يعني انا النهاردة شايف النادي الاهلي قوته في جرحات صحيح صحيح فما ينفعش النهاردة اللي انا اجازف او يبقى عند اللي انا لا هطير البكين هو عارف الكوة النادي الاهلي في الطرفين هيتلعب الكرة هتلاقي مساحات في الظهر للأناس دي ففيه كل مدرب خلي بالك سيهم عزيزيك كل مباراة ليه ظروفها وكل مدرب بيبقى عارف قبل المباراة هيلعب خصم عامل ازاي نقاط القوة فين نقاط الضعف فين لكن في مدربين بيبقى العند واخدهم شوية او يقولك ايه لا انا هلعب زي مثلا بتاع ساند اون زي مكوين كريم قالك قالك كسبان خسران انا عندي الاستحوات ده مش مطلوب في الكورة انا بمشي بمشي شكل فرقتي على حسب المباراة هديك المثال بسيط في وقت ملاقوقات في مدربين مثلا بيعتمدوا على خط ادفاع بيبقى ثابت مثلا سردباكين بيبقوا مسبتين الموسم كل ويف مطش مثلا يشيل سردباك ويدخل واحد تاني يقولك مثلا يقولك اللي انا اتفرقت على الفرقة اللي قدامي عندهم سرعات قدام فانا محتاج واحد سردباك سريع فهيروح حطت كده فالمدربين اللي بيشتغلوا على الفرقة بتاعتهم لا بيشتغلوا على الخصم الاول وبعد كده ابدأ ارتب اورائي او ارتب الحداشر اللي عبتوا عشان كده بيقولك هيبقى صعب جدا لانا النهاردة كريم اتكلم اللي هو يطير لأ انت برضو ما بتلعبش فرقة صغيرة انت عندك قوة النادي الاهلي عندك برستة وحسين الشحات في قوة النادي الاهلي عندك علي معلول يعني قوة النادي فما ينفعش النهاردة انا عرف قوة النادي الاهلي في حتة دي وسهلهم الامور لأ هتلاقي فيه ثبات ثبات اكيد في خط الدفاع وكريم قالك خلي بالك برضو في نقطة مدربين الاجانب ما بيغيروش كتير بالذات في النهائيات سيبك بقى اللي بيقعد يتقل وممكن يحط مفاجأة مين فيش الكلام ده اي مدرب ناجح بلعب على بطولة لازم يبقى عنده ثبات على الأقل 90% في خط من الخطوط وغالبا بيبقى حرصة المرمى والأربعة لورة حرصة المرمى انا لفت نظري واحنا بنذكر الحلقة دي طبعا وعارفين ان احنا هنقابل فريق كبير فريق التراجي لفت نظري انه في حرصة مرمى التراجي امان الله مميش عنده 24 سنة 20 سنة 20 سنة 20 سنة في مقابل مصطفى شبير اللي يلعب ان شاء الله اللي عنده 24 سنة 24 سنة 7 كلين شيت مستقبلش ولا هدف في مقابل امان الله مميش 9 مباريات 9 كلين شيت ايوة 9 كلين شيت وانا شايفة انه مستقبل حراسة مرمى المنتخب التونسي مش بس فريق التراجي طبعا دايق الاهلي بكرة يا كريم دا مش قلة بس طبعا امان الله مميش مقدم مستوى اكثر من رائع وعايزين برد نقول برضو نقطة تشابه ما بينه وما بين مصطفى المصطفى ابن كابتن شبير وامان الله مميش برضو ابن كابتن ريد مميش حارس مرمى التراجي ما زال شغاله والولد كمان واخد من والده زي ما مصطفى واخد من الكابتن شبير واخد من الكابتن شبير اعطاك المصطفى التفوق على كابتن شبير فاللاقي بالرجل حتوض لكابتن شبير تقوله مصطفى بلعب بالرجل حسن منك صراحة فطبعا مميش اكيد شوفناه في ماتش بريتوريا والله يا كابتن امير مطلع كرة مش ممكن رد فعل خلي بالك حراسة المرمى دايما اهم نقطة باي مدارة حراسة مرمى احبها ان حراسة المرمى يبقى عنده موهبة ترد الفعه اللي عنده عليه سرعة رد الفعه دي بتبقى موهبة ربناه بيديها البنيادب لا تنمى لا تنمى كثيرا في حراسة مرمى موهوب وفي حراسة مرمى مصنوعة حراسة المرمى الموهوبين لما بتشتاق عليهم كتير تطورهم بيبقى افضل من المصنوعة المصنوعة ساعات لو الصناعة ماش بجودة اه الموهب معنوش موهبة تسندهم تقصد مين بكلامه نعم تقصد بمين بكلامه لا لا بكلنا بحل هو حراسة المرمى عمتا فيه موهوب مصنوعة محمد الشنوي حرس مرمى مصنوعة يا أمير انا في اعتقادي اه مصنوعة ولا موهوب لا لا مصنوعة مصنوعة ام اللي بالنسبة لي الموهوب الشنوي بتاع بيرمز احمد اه موهوب بس طبعا هو فيه وقت مصطفى شبير موهوب وده مش عيب خلي بالك في العراسة اللي بيفرق لا اللي بيفرق اللي فيه هي هي من عند ربنا مش عقلية اللعب لا سيبك من عقلية والعقلية ممكن أبقى موهوب وعقلتي تعبانة ما فيش من الشرط بس سيبتوا بقى من عند ربنا وعلى فكرة وعلى فكرة كلمة مصنوعة يعني فيه لعبة كتير مصنوعة يؤدي أكتر من موهوب هي في الأول والآخر دي حاجة بتاعت ربنا لكن كلمة مصنوع دي مش عيب في كرة القضب هو فيه جوم موهوب وفيه جوم مصنوعة وساعات المصنوع ده هو اللي بتفوق على الموهوب الموهبة مش كل حاجة سيئة لا صح أو بحاجة تانية كمان ما هو ده يثبت انه العقلية هي اللي بتتحكم فيه هتدير هتدير نص الموهبة ازاي أو هتدير الموهبة الكاملة ازاي وحاجة تانية بعض يعني اللي يشوف مشواره هو حد ما مشابه حاطه مع مصطفى مع كاسيس كاسيس ما بدأ مع ريال مدريد لو نفتكر فاينل نهاي دورة أبطال أوروبا سنة 2000 قدام فالنسيا كاسيس هو كان عنده سنة 19 و 20 سنة وهو وقف مع الفليب في وقت كان الفليب ياسع فيه ويبقى عنده حدث مرمى كويس وفدل وخل بقى حاجة تانية هما كان من حراس المرمى مش طوال قام وصيرين شوية فلازم قصير شوية يبقى عنده سرعة ترد الفعل قوية ليه؟ لان دائما يعني يحبز ان حالس المرمى يقام عدي 190 سنتي أو 195 سنتي عشان نقدر نستفيد منه فيه انه لما يترمي على الأرض لما يجيب القوات الطولية أو يجيب القوات العرضية حالس المرمى اللي بقى قصيرش سنة عن 190 سنتي يفضل ان سرعة ترد الفعل لها لتنجزه فكسياس مثلا مكانش طويل ولكن سرعة رد فعله كانت غريبة فبالتالي هو عمل اسم في حراس المرمى فطبعا أكيد هو مش مخوفنا ولكن بنحترم موهبته وبنحترم طبعا ان هو بيلعب في فريق كبير من الصغير اسمه الترجي بس ان شاء الله أكيد أكيد النادي الأهلي ومهاجمين النادي الأهلي والجهاز الفن النادي الأهلي عندهم من الخبرات وعندهم من القدرات ان هما طبعا يهددوا مرمى أمان لما ميش النهاردة ان شاء الله طب من وجهة نظركم أبدأ بكابتن أمير مين اللي يبدأ بكرة بعيدا عن الصناعة والموهبة مين اللي يبدأ بكرة في حراسة المرمى مصطفى شبير ولا محمد بص يا سام صعب جدا اللي ممكن واحد لعيب يبقى بقاله داخل على 4 شهور ويجيبه يبقى أنا كده أصلا يبقى أنا بظلمه يعني أنا ببقى بظلمه والحاجة التانية فيه فرق بين التدريب وفيه فرق بين حسية المباراة خاصة اللي ده مركز ده مش لعيب في الملعب ده حارس مرمى طب فما فيش حد وراه فالطبيعي بس عشان خلي بالك هتلاقي اليومين دول الشناوي ولا مصطفى هي أنا بقولك من دلوقتي ما هدي حيرة يعني ده مش حيرة الحيرة لما الشناوي يكون رجع من الإصابة ولعب لكن واحد بقى له 14 من ساعة الأمة أفريقية وخلي بالك برضو الإصابة كانت في حتة هي هي دي أكل عيشه زي ما بيقوله حي وهروح حطه في مطش ناية يعني حتى ما ينفعش أصلا حارس مرمى خاطر جيدة لا ملعبش حتى شوت أو مطش في الدوري اللي أنا أبقى متطمن عليه تبقى جروفة يعني بقى بقتك تجيز بس حراس المرمى دي لازم الراجل ياخد حساسية فعشان يقولك اللي لا هو الطبيعي مصطفى شبير هو اللي مكمل وهو اللي حيلعب للراجل النهاردة مقدرش زي ما بيقولك أجازف واجيب الشنوي من المتضر للنار ولعبه نهائي وموضوع صعب جدا وخليه كمان أضيفها يا كابتن أمير إنه أفترض إن كل حاجة ماشية كويس وجيت في لعبة لم أوفق وعدم التوفيق ده يعني اللعيب الجاهز خاضع ليه بالضبط يعني اللعيب الجاهز نفسه خاضع إنه ما يتوفقش ساعتها الجمهور هيقول ليه كل سان طيب بقى الموضوع صعب إيه مبارد لا هيطلع آه غلطتكو إزاي جبتوا الراجل من بيته ومن غير ما يكون عنده استقوال أتجربوه حتى في مطش كان عنده فرصة يلعب مبارد بلدية المحلة لا مؤكدتني مش هرحلك هو ما يفعش أصلا مفيش مساحة هو أصلا هو درب بشكل كامل في الملعب وإيه اللي يخليني أقعد مصطفى تدريب حاجة سيقام التدريب حاجة وحسيت المتشار حاجة تانية خالص وهي خلي بالك برضو حتى لو لعب مطش البلدية بقى لي أربع خلي بالك مركز حراس المرمى ده يختلف عن أي فعشان بس أخلي بالك هي الطبيعي معلش يعني اللي اشتغل وعارف وعنده خبرات وكل حاجة عشان الناس بس متعادش لك ده ولا ده هو مستوى هو مفيش مدرب أجنبي كمان هيجي معلش يعني هيجي في نهائي وغير في مركز حساس زي ده فالموضوع أصلا للنقاش هيبقى يعني بعيد الناس مثلا ممكن تقوله للشناو يلعبوا كل حاجة صعب ايه نوع الضعف الترجي اللي الأهل المفروض يلعب عليها بكرا نشو الله المتشد شوفي عندهم مشكلة كبيرة جدا 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 في القراط التانية قدام مطقة الجزاء نجم الساحلي في المقراطة الأخيرة مع الترجي معظم هجماته ما كانش بيعتمد على إن أنا أستلم الكوة داخل مطقة الجزاء هو عارف إن النادي الترجي عنده أطوال وفعلا يعني هم عندهم وراء يعني بنتكلم مثلا على سين مرياح أو توجاي اتنين حتى بين حميدة التلاتة أطوال جدا 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 لكن في مشكلة بقى عندهم الكرة الطولية أو العرضية لما بتتلعب على طول الكرة التانية اللي بتنزي قدام مطقة الجزاء نسبة كبيرة جدا بتروح للمنافس بتروحش للترجي ودي نقطة كمان ربما ما كانش تنفع بقى سانداونز سانداونز لا بدعبش كرة الطولية سانداونز دايما في فكره أنا عايز أختارك من العمكة عايز ألعب كواته على الأرض فهو راح للحتة للترجي عايزة والترجي صامت زي ريام مدريكي ودام السيتي اللي فريق فكر إن هو يلعب على كرة تانية قدام الترجي هيلائي إن هو عنده مساحة اللي لعيب اتنين الترجي بسبب الطول الفارع في الدفاع بيقلل من السرعة عندهم مشكلة الوحيد ربما عندهم اللي لعيب كويس وسريع هو اللعيب التجولي طبعا أهوله إن هو اللعيب من رقم ستة عندهم هاف دفندر هاف دفندر ممتاز ممتاز جدا جدا شعر نشاط هورك ريت هاي طول المباراة لا يكل ولا يامل ولا يتعب ما بيعرقش ده اللي مشكلة عنده لكن ترجي في مباراة النجم الساحلي ظهر عنده أزمة كبيرة جدا واضحة بقالها فترة إن الكرات التانية بيفقدها ما عنده السرعة فيه إن هو يلتقطها تاني إذا نادي الترجي خاطر بطيران بنحمد على وجه التحديد بتكلم على الباك الشمال نبص عليه بكرة باك الشمال إذا طار سرعته في الهجوم مقبولة جدا سرعة ارتداده وحشة جدا ودي نقطة كابت نعمل عرفة يعني اللي مارسه بقى كورة في تدريبات اللياقة البطنية أنا بمسي الستوب ووتش وبقول اللي عيب بفتح سبرينت فتح السبرينت ارجع بقى هنا يحصل الفرق ترددي ممكن اللعبة كلها تطلع بنفس السرعة كوي كلون قوي سيء لا مش كوي كلون قوي زيء بس الرجع بقى الرجع بقى هي المهمة في الرجع من اللي عنده النفس وعنده القدرة لا إنه يحافظ على السرعة زي ما رحت زي ما أرجع أرجع بنحمده سرعته هو راجع مزي ما هو رايح فهنا لازم النادي الأهلي بقى مركز وأعطاك طبعا النادي الأهلي معا محلين أداء كتير جدا وممتازين إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يكونوا موضحين نقطة دي المرسل كله كيد هو عرفها وبإذن الله نركز على الجابة اليسرى النادي الترى ده سيخلي بالهم خلي بالك بنقول من دلوقتي هو كور السابتة في التراجي خطير ياسيم ريحمة وتجاي دول الاتنين بورجين فشمال أفريقا معروف يعني برضو الثوابت على النادي الأهلي أه على الفاكرة كنت بتتكلم على الهجوم بتاعها الثوابت الهجومية للتراجي ما بيهزرهش ياسيم دي الله هداف هداف ما بيهزرش فمن الوقتي برضو لازم النادي الأهلي يقلل الفاولات على منطقة الجزاء وضربات الركنية عشان شمال أفريقا ما بيهزرش فعلا في الكور السابتة مليون في المائة طالعين خناء زي ما بيقول أفضل نص ملعب أو أفضل يعني ثلاثي نص ملعب أهلاوي في المباراة دي بداية المتش شايف هيبقى مروان وإمام عشور مين تاني موجود ونبيل كوكا غايب ممكن أفشل اللي برضو خد بالك التلاتة لازم يبقى عندهم حتة اللي استحواست وبقى كويس يعني مهم جدا زي ما بيقولك فيه وقت من الوقت النادي الأهلي لو اتضغط محتاج لعيب الكورة في نص الملحب إزاي يمسك الكورة وطلع الكورة من الرجل وأمتص حمس في رئيس الترجل فدول ممكن اللي أنا يعني في مخ الوقت الإمام ومروان وقفشة ممكن يبقوا موجودين أنا هروح لي يعني مروان وطبعا إمام سابتين بس الإسم التالت أنا هحس إن أقفش فيها مخاطرة شوية ممكن ألجأ لأكرم توفيق أكرم توفيق أنا هلعيبه ستة وهسبته هتقف قدام اتنين المساكين تحركش إمام ومروان هتديهم الحرية التامة إن هم يطلعوا لنص ملعب الترجل وعمل شكل هجومي المهم جدا برضو المهم جدا دي أسهام النادي الأهلي يظهر من النادي الأولى بالشكل الهجومي لازم جدا ليه ليه الترجح نقولنا عنده حتتين عنده شكل خطرة دي خالص يا بس يا كريم أنا آسف معلش هو كريم ممكن بيتكلم على أكرم وإمام ومروان هم هم الثلاثة عندهم نسبة جري كويسة بس في وقت من الأوقات زي ما بقولك المتشط دي يعني كريم طبعا ممكن كلامه بس خلي بالك ممكن أدفع كويس بس المشكلة بقى أنا بدفع كويس وأنا معي القرى هعمل بها إيه فهي مع وجهة نظري فهي خلي بالك برضو بتبقى مدير الفني ساعات بيبقى ليه وجهة نظر أنا عايز الشوط الأولين مثلا زي ما كريم قال أنا محتاج تلاتة يضغطوا وإطاعوا كل حاجة والشوط التانية هنزله وممكن أبدأ الماتش بتلاتة لعيب القرى والشوط التانية نزل يبقى مجهود بدني أكتر فأنا أسف بس لا طبعا لا طبعا لا فيش مشكلة خالص إخر آخر حاجة عشان نقف الملف في دوري أبطال أفراقيا ونروح للكنفدرالية النتيجة المتوقعة فراديس كم تتوقع الأهل يسجل أوليك 8 مش توقع أنا أوليك أمنيتي الشخصية أمنيتي الشخصية ولما تتوقعش توقع بياخد على حيات كثيرة التمني أحلى لا توقع تتمنى clear إن شاء الله بإذن الله وحد صفر ندي أهل بكري 1-0 بكرة لنادي الأهل متوقع يعني أنا برضو مش بقول والله عشان أنا خلي بالك زي ما أنا كلمتك أنا بالنسبة لي أتمنى التوفيق للزيمالك طبعا والتوفيق لنادي الأهل في الأول وآخر حفل دولية والفلق الأمور في مصر لكن أنا متوقع يا واحد واحد يا ممكن هزمت النادي الأهل وحد 0 بس أنا ما اتمنيهاش يعني بس عندي أحساسي اللي برضو المطش مش هيبقى سهل على النادي الأهل فأنا ده أتوقع لك أنا في الأول وآخر زي ما بقول لك أنا بتمنى طبعاً التوفيق نادي الألي بس المباراة ممكن يا واحد واحد يا ممكن التراجي واحد سفر ومش عايز الناس تحسيبها بقى أصلاً أنا بكلمك والله العظيم أيوة أيوة أنا برضو دلوقتي بفكر فيها كده لا والله العظيم أنا قلتلك إيه بره الهواء ده والله العظيم خلي بك لا ليه تحت الهواء أنا أتمنى نادي الأهلي ليكسب بس خلي بلك زي ما كريم ألف قال لك في أول الحلقة التراجي يختلف ومعه مدرب كويس طبعاً وفرقة عنيفة وشارسة فلو الأهلي مش مجاهز نفسه للمطش ده المطش مش يعني من الناس ما تتخيلش اللي هالمطش هيبقى سهل زي السنة لا 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 طبعاً لكن أنا برضو أقول لك اتمنى واحد واحد طيب نروح للزمالك نروح صدر موسيقى وفرح يا زمالكاوي وخدني يا زمالكاوي إلاك والفن والهندسة زمالكاوي جميل يا زمالك يا باين ويا راين يا شكبان يا باين ويا راين هو 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 ماما الزمالكاوي جميل فورجة وسيمة وزي من عايش يقدر الزمالك يقدر فالسؤال اللي احنا لازم نسأله هل النتيجة اللي خرج بيها الزمالك من المغرب شايفينها كانت إيجابية ولا لا أبدأ بكابتن أمير برضو هرجع أقولك النهايات بتبقى شوطين صح في بعض الأوقات النتائج بتبقى خادعة 2-0 لا 2-1 كان أفضل واللي انت النهاردة فرصتك اللي انت تجيب هدف أو هدفين المباراة خلصتك بالنسبة لك يعني لو قدر الزمالك كانت 2-0 كانت الموضوع حيبقى صعب لكن النهايات سيهم زي ما قلت لك بيبقى شوطين شوط 90 وشوط 90 تاني الطبيعي لا أو عارف أو بيلاعب مين كويس بيلاعب الزمالك فاللي انا افتح خطوتي في ملعب السادة القاهرة مع نادي الزمالك مع جمهورنا الزمالك الموضوع هيبقى صعب فيبقى شكل بركان مختلف عن مباراة الزهب لكن 4-5 تيام في فكرة اللي المباراة سهلة والمباراة ما فيش كلام ده في القورة اللي في الأول والآخر انت هتلعب فرقة من 6 سنين ووصلوا 4 نهايات وفرقة متمرسة في البطولة دي الزمالك نسبة فوزه عالية بس فيه شوية حاجات لازم تتعامل اولا لازم يبقى فيه دوق في الملعب في البدايات بقى يعني البداية السيئة اللي هناك الحقيقة هي دي يمكن اللي تسببت أو ضرت الفرقة يعني بص يا سيام انا شايف في مباراة الزهب الزمالك كان محترم فرقة بركانت زيادة شوية يمكن الزمالك انا في وجهة نظرنا قلتها راح المغرب من اول ديئة الشوط التاني في توقيت الهدف في تعصف الجزيرة الشوط الاول كان فيه تراجع كبير جدا لكن انت النهار دا هتلعب خلي بلك الناس كلها يقولك نلزم لك يلعب في الصدق القاهرة والجمهور وكل حاجة انا خايف اللي ممكن موضوع الجمهور دا يبقى ضغط على اللعب عشان كده بقولك ماينفعش الاستعجال في مرزايا دي الجم ممكن يجي في اخر ديئة لازم يبقى فيه هدوء لازم يبقى فيه تشجيع من اول ديئة فيه حاجات كتير لازم تتعامل المباراة دي احنا لو تفتكر 2019 كان نفس نهائي احنا قولنا نفس احنا ممكن اول ربع ساعة في مباراة برج العرب احنا كنا خاصلين واحد صفر هناك اول ربع ساعة بركان دي مثلا اتحولت عن مباراة تعقوية كان عندهم لابا كوتجو وضغط فاحنا قاعدين برا عارفة اللي صدمة دي ممكن تحصل في المباراة دي الوقت فعشان كده بقولك التحضير للمباراة مهمة جدا لكن اللي نستسهل المباراة لا مباراة مباراة مش سهلة لكن زي ما قلت لك فيه شوية نقطة لو اتعاملت الزمالك ان شاء الله بإذن الله هيبقى نزمة فوزه بإذن الله مباراة مش سهلة يا كريم لكن نقدر نقول انها في المتناول نهضة بركان في المتناول لا في المتناول جدا كمان جدا اه طبعا حتى مباراة الزهاب انا اعتقد يعني الجهاز فان نهضة الزمالك بعد ما خلصوا تسعين دقيقة شعر بالحزن المباراة دي كان ممكن يعني على اقل تقدير يطلع متعادل اعتقد نهضة الزمالك افضل بكتير بكتير من نهضة بركان فيه خطوط كتيرة في قلب الملع انا معاكي جدا جدا في الكلمة اللي انت قلتيها انه كان فيه خضة في البداية من مسمى المباراة يعني بتنادي الزمالك كانوا مخلوضين في او مباراة من مسمى المباراة حتى يعني يعتقد برضو محمد عواد برضو قزم الدنيا شوية لنادي الزمالك بضعف سرعة رد الفعل في الهدفين لكن نادي الزمالك لما بدأ الشوت التاني مواجه لموقف هو خسران فيه كل شيء خلاص انا اخذت الصدمة انتهت الموضوع فما قداميش غير ان انا اقاطر اعب اللعبة بتاعي لما لعبة نادي الزمالك بدأوا يلعبوا لعبة بتاعهم خلينا اقولك ان الاستحواز في نهاية المباراة 62 نادي الزمالك نادي الزمالك نادي الزمالك في شوت تاني اربع محاولات على المربع نادي نهض البركان مقابل محاولتين فقط نهض البركان اللي كان في شوت الاول عنده ستة اه ده معناه ايه نادي الزمالك لما بدأ زي ما كابت امير قال ما تديش نهض البركان نفس الفريم بتاع الفاينر اه نهض البركان هو وصل للفاينر بس في نقطة مهمة نهض البركان ملعبش سيمي فاينر تحضل عاصمة بالأرقام بالفيديوهات بكل حاجة أفضل بكتير بدليل أن الفريق الليبي اللي يعيب نظر بركان وعمله مشاكل خسره من نادي الزمالك بسهول فالتاني نادي الزمالك عنده الأفضلية الفنية داخل ملع بس كانت أمير بقى الكلمة مهمة جدا 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 ودي نقطة لازل لعبة نادي الزمالك ياخدوا بالله إنها والجمهور وهي إن في موتش الفاينل ساعات الحضور الجماهيري الزياد على لزوم بيبقى ضغطة نادي مثال نادي مثال مباراة دريمز مباراة دريمز فريق نادي الزمالك لعبه خارج أرضه شفنا مباراة من جانب واحد والتالة دي كان مباراة من جانب واحدة والتالة دي كان مباراة من جانب واحدة ده ثلاثة غير فرصة ضاع الفريق ده قدر يتعادم عايزنا ما ينفعش أصلا يعني أصلا ضد المنطق طيب لما لجي نحل مرات الزهاية بنشوف لا كان فيه تصرع الهمهمات والضغط الجماهيري ممكن على قد ما يقدر يخلي لعبة نادي الزمالك يقصر وتلعب برعونة فمهم جدا جدا عندما لاستعجال فيه نادي الزمالك محتاج هدف واحد تتوقع كامل نتيجة بس سريعا نادي الزمالك 4-0 يوم الحد 4-0 دي نتيجة كبيرة قوي يا أمير يعني كبيرة لكن برضو لازم نقول قبل ما نقول نتيجة نادي الزمالك لازم ياخد حذر في الهجمات المرتدة والتحولات اللي الطبيعي الزمالك هيبقى 90 دقيقة وان سايد جيم وهيبقى مستحفز بشكل كبير لكن لازم يخلي بالهم التحولات الهجومية بتاعت فرق نهض البركان وبرضو بنقررها الكور السبت وان شاء الله 3-0 للزمالك انزل بجولة عن كريم ونشوف ان شاء الله 3-0 للزمالك ونشوف سوبر أفريق مصري يا رب ان شاء الله انا بشكركم جدا جدا نورتوني النهاردة كل التوفيل الاهلي كل التوفيل النادي الزمالك طبعا وبعد الفصل نستقبل النجم الكبير كابتر محمود فتح الله بعد الفصل